السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بأحسن حال أجمعي النهاردة هنشرح طريقة إزاي تبعت رسالة على الواتساب لأي رقم عنده واتساب عن طريق إضافة أربع حروف للرقم وببعتها في أي شات واضغط عليها تاني بعد كده بيودينا على الشات اللي أنا عايزه بشكل مباشر إزاي الكلام ده؟ أول حاجة بفتح تطبيق الواتساب لو افترضت أن الرقم ده عاوز أبعت له رسالة بشكل مباشر مغير محفظ الرقم ده في جهات الاتصال كل اللي هنعمله إن إحنا هنكتب أربع حروف بس بالشكل ده أول حاجة لازم حروف تبقى small لو إنك لو كتبتها capital مش هتشتغل هنحول الحروف small وبعد كده هكتب w a dot m e دول الأربع حروف اللي هيكتبه وبعد كده هكتب slash اللي هي علامة ميلة اللي هي دي هنكتب بعد كده كود الدولة اللي هو رقم اتنين في حالة إني بابعت لرقم في مصر أو واحد لو أنا بابعت لرقم في أمريكا حسب البلد اللي أنا بابعت له بعد كده نكتب الرقم اللي إحنا عاوزين نبعت له أو ممكن ناخده كوبي أو نسخ وبعد كده بحطه بسط ونبعته في الشات بعد كده نضغط عليه ضغطة واحدة كده هنلاقي وداني بشكل مباشر على الرقم اللي أنا عاوزه بدون ما اضطر إني أحفظ الرقم ده ودي طريقة سهلة جدا ممكن استغلها إن ممكن أوصل لأي رقم من غير محفظه في جهات الاتصال هتأكد رجوع وأنا هنا استخدمت مجموعة من الأرقام في عملية تسويق إلكتروني عن طريق رسالة رسالة الواتس أب ودي هنشرحها في سلسلة كاملة إن شاء الله في حاجة أخيرة أحبها وضحها إن الرقم اللي انت هتبعت له لو ما عندوش واتس أب هتلاقيه رد عليك برسالة بيقولك فيها إن الرقم ده ما عندوش واتس أب زي كده مثلا يارد تكونوا استفدتوا وما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الجديد شكرا